اشتركوا في القناة 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 ينبغي ان تدخل السرور على النفوس ولذلك كان يقول لهم اتاكم شهر رمضان ويبين لهم ما فيه من نعم الله العظيمة تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب النيران وتصفد فيه مرضة الجان كل ذلك لإعانتنا نحن على العبادة ما اكرم الله انه منان عندما يصفد مرضة الجان كي يقتقل الوسوسة ويقل الشر ويكون المعين منه سبحانه وتعالى على العمل في هذا الشهر هذا الشهر فيه اعمال وترك فأنت تترك ما اباح الله لك في الأصل من الطعام والشراب والنكاح طاعة لله وترب نفسك على التحكم فيها كم نحتاج للتحكم في نفوسنا كم نحتاج لضبط انفعالاتنا فمن الناس من أوصلتهم انفعالاتهم إلى النطق بالكفر أو النطق بالطلاق والتهور فيما لا يحمد عاقبته هذا الصيام يكسر في نفوسنا الأشر والبطر لأن الجوع والعطش يكسر ما في النفس من شهوة الغضب وكذلك يجعلها مخبتة لربها منكسرة متذللة له وهذا معنى التضرع التضرع أن تدعو ربك وأنت متذلل منكسر منطرح بين يديه تناشده تناديه تقبل عليه تتذلل له تتوسل إليه تدعو بأسمائه الحسنى بصفاته وأنت تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي وهكذا المنان الكريم يدعونا لنكون من المتقين فإنه لما فرض علينا الصيام قال لعلكم تتقون ولذلك فينبغي أن نجتنب ما حرمه علينا سواء كان بالليل والنهار وكثير من الناس يصوم في النهار ولكن لا تصوم جوارحه عن المعاصي بالليل أليس الليل من رمضان يا عباد الله ليلة القدر أين هي في الظلمة أم في النهار إنها في الليل إذن الليالي من الشهر وبعضهم يفهم أن الساعة لربه والساعة لقلبه يعني أن يكون في نهاره طائعاً صائماً ذاكراً تالياً داعياً عابداً آتياً للمساجد والليل له في شهواته وهذا ليس من العبادة التي خلقنا الله لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يعبدوه في الليل والنهار في الحضر والسفر في الجهر والسر يعبدوه في كل الأحوال نحن عباد لله نعبده دائماً نعبده في كل حين ليست عبادتنا مقتصرة على وقت دون وقت ليست مقتصرة على رمضان ولا على العشر الأواخر عباد الله بعض الناس يقولون وبألم وحسر أنهم لم يفتحوا المصحف من رمضان الماضي وقد فتحوه الآن وربما لم يقبلوا على الانتظام في صلوات الجماعة إلا في هذا الشهر وكانوا قد غفلوا عنها وقصروا أحد عشر شهراً وقد ازدحمت المساجد بهم في صلوات الفجر فأين كانوا في صلوات الفجر طيلة العام أليسوا نائمين في بيوتهم وقت صلاة الفجر فلماذا لم يكونوا يأتوها هذا الشهر يذكرك يبعث فيك العظة ويقول لك قد أحضرتك لصلاة الفجر الآن فلماذا لم تكن تحضر من قبل وهل تنوي أن لا تحضر بعد رمضان وبعض الناس توبتهم مدخولة يعني أنه يؤجل السيئات لما بعد رمضان ويقول الآن شهر الصيام فيقبل على العبادة ويرحل المعصية لما بعد رمضان والواجب أن تحذف تماماً وليس أن ترحل ليس المسلم بالذي وأجل المعاصي لما بعد الشهر لكن المسلم بالذي يتوب منها حقاً ويندم على ما وقع في ذلك منها وهو يسأل ربه أن يتوب عليه فيما مضى وأن يوفقه للإقلاع الآن وعدم العودة إليها في المستقبل عباد الله لقد كانت توبة إخوة يوسف فاسدة لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين يعني افعل الجريمة ثم تب ليس هذا شأن المسلم المسلم يحاول أصلاً أن لا يقع في المعصية ويجاهد نفسه على ذلك ثم ربما يقع من الازدواجية عند بعض الناس أنه يقبل بالطاع في النهار وقراءة الجزء من القرآن والذكر وبعد ذلك بعد الإفطار يقلب القنوات في المعاصي والله الذي لا إله إلا هو قد أتت أسئلة من بعض الناس يقولون فسد صيامنا بماذا؟ بما شاهدوه من الأشياء التي أدت إلى الوقوع في شهوات أثناء النهار ولذلك فينبغي مقاطعة كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة والله قال في كتابه ما عند الله خير من الله وفي كثير من الشاشات له سواء في القنوات أو في هذه الشبكة له والله قال ما عند الله خير من الله فكيف إذا كان لهوًا محرمًا وإذا كان الناس قد تدافعوا لمقاطعة بضائع القوم الذين سبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فلأن يحرصوا على مقاطعة القنوات التي تفسد صيامهم أو التي تذهب أجرهم وقد حصلوه بالنهار ليذهبوه بالليل ينبغي مقاطعتها تمامًا لأننا عباد لله في كل وقت والمباحات طيبة مع الأهل والأولاد وإعطاء النفس حظها ولكن فيما لم يحرمه الله